بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين غرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم لمن فسوف يعلمون وما ألكنا من قية لله ولها كتاب معلوم ما تصرق من أمة نجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبك في شيع لولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستزئون كذلك نسلكوا في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خل سنة لولين وأنوا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا إنما سكرت صارنا فنحن قوم مسعورون ولقد جعنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من السرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وأرقينا فيها رواسيا وأنبثناها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسوا له بالرازقين وإن من شيء لا عندنا خزائله وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنتنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المسخدمين منكم ولقد علمنا المساخرين وإن ربك هو أحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من فرصال من حماء مسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من فرصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فأسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أم لا تكون مع الساجدين قال لما كل أسجد لبشر خلقته من صرصال من حماء مسنون قال افرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم فرض ولأغويننهم أجمعين إلا عبادك من المطلصين قال هذا طراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان من لا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لمعدهم أجمعين لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام ناملين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على صرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو عذاب لليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أمسني القبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الظابرين فلما جاء أهال لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واكتب عدبارهم ولا ينسفت منكم أحد وامضوح حيث ثمرون وقضينا إليه ذلك نمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستفشرون قال إن هؤلاء ضعيف فلا تفضعون وستقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات المتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية المؤمنين وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب حجر مرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مرضين وكانوا يلحطون من الجبال بيوتنا منين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خرق السماوات ورضى ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيه فاصفح الصبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما مسنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمؤمنين وقل لي أنا النذير مبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يمنون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك مستدئين الذين يجعلون مع الله إلان آخر فسوف يلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأبود ربك حتى ياسيك اليقين ترجمة نانسي قنقر